موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم نقدم التحنية والتبركات لجميع الشعب العراقي بهذه الانتصارات الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية والحجد الشعبي المقدس وجميع فصائل المقاومة على قوى الظلام والكفر الداعش ومن لف لفهم نحن اليوم بدورنا جئنا نقدم التهاني والتبركات لفصائل المقاومة وتشرفنا اليوم بزيارة مكتب ممثلية قوات وعد الله في البصرة هذه القوات التي قدمت الكثير من الغرابين للوطن والمذهب فهذا أقل ما نملك لكي نقرأ الفاتحة على أرواحهم وأرواح الشهداء ونسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء العاجل للجرحة والحمد لله رب العالمين في طريقة جنها من شاع تروح ترجع روستاق نعافية تقص بيها تغيي موعد منصحك سلم بصدق ماريخك دار سلسات اربخت نلخ الحشد عنوانه برجاء الوعدة بسم الله الرحمن الرحيم نهنأ ونبارك للأمة الإسلامية والشعب العراقي وقوات الأمنية والحجد الشعبي بهذه الانتصارات الكبيرة على داعش الإجرامي وطردهم من العراق وأنا بالنسبة لي أنا والفريق الراصد العلامي جاي نتواصلوا يا جميع فصائل المقاومة ونهنأهم ونباركهم بهذا الانتصار الذي حققوها الكبير على داعش الإجرامي بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات الأمنية وقوات الحجد الشعبي على قوى الظلام والشر داعش طبعا استقبل مكتب قوات وعد الله بالبصرة العديد من المهنين بهذه الانتصارات وكان على رأس المهنين سماحة الشيخ علي خليفة المسؤول السابق لقوات وعد الله المشرف العام السابق والشيخ عمار الهلالي مدير مكتب المرجعية والعديد من الأخوة ومناء المكاتب في الحزيب ومن الناس الذين استبشروا بهذه الانتصارات